الخلل في الصلاة إذا كان قد مضى فإنه لا يطالب إنسان بمعالجته إلا أن يكون الخلل في صلاة حاضرة ودليل هذا حديث في صلاته في الصحيح من حديث بوريرة أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه صلى ركتين ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أمره بعد الصلاة لأنه أخلى بها والوقت حاضر ثم رجع فصلى وجاء سلم ورد عليه صلى الله عليه وسلم السلام وأمره بالرجوع إلى إعادة الصلاة فإنك لم تصلي وهكذا المرة الثالثة فقال له في الثالثة والله لا أحسنه غيرها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي ولم يأمره بعادة ما مضى من الصلوات لأن هذا الخلل سيستصحف في الصلوات التي قبل أن يشهده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يأمر فدل هذا على أن ما مضى من خطأ في الصلاة إذا كان ناشئا عن جهل فإنه لا يجب استدراكه والله أعلم ترجمة نانسي قنقر